أحداث الأمرية أمس بالقاهرة هي أهم ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بسبب ما حدث في هذه المنطقة منطقة الأمرية من اشتباك ما بين الشرطة المصرية وبعض المسلحين هذه الحادثة أو هذا الاجتباك تم عرضه وتم عرض عشرات الألاف من الفيديوهات آسف مئات الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الاجتباك وهذا الضرب وهذه الصراعات المسلحة اللي كانت قبل كده غريبة على المجتمع المصري لكنها أصبحت تظهر من وقت إلى آخر بطبيعة الحال وفي مشهد غريب التلفزيون المصري وقناة سي بي سي إكسترا زاعت هذه الاجتباكات على الهواء مباشرة واحد من هذه الفيديوهات واللي اتنشر بكسافة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بيسمع فيه صوت طلقات النار والاشتباك ما بين الشرطة والمسلحين لكن بعدها بأقل من ثلاث ساعات خرج بيان رسمي عن الشرطة المصرية ينعي فيه وفاة المقدم محمد الحوفي من إدارة مكافحة الإرهاب في الأمن الوطني المصري البيان أيضا قال أن هذه الاجتباكات كانت مع جماعة مسلحة وجماعة إرهابية وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل لعدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة قد نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها مما أصفر عن مصرع سبع عناصر إرهابية عثر بحوزاتهم على ست بنادي آلية أربعة سلاح خرطوش كمية كبيرة من الزخيرة مختلفة الأعياء البيان كمان بيقول أصفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفرضين من قوات الشرطة إذن على حد البيان الرسمي لوزارة الداخلية المصرية الاشتباك كان مع جماعة إرهابية تعتنف الفكر التكثيري وكانت بترتب أنها تعمل عمليات إرهابية تزامنا مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية بطبيعة الحال البيان تم تعديله وبعد كده وشالوا كلمة الطائفة المسيحية أو كتبوا إخواننا المسيحيين أصفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي وإصابة ضابط آخر وأصفر أيضا عن قتل سبعة من الإرهابيين على حد هذا البيان لكن البيان ده بيخالف كتير من الروايات وكتير من شهود العيان أبناء المنطقة واللي نشر على مواقع التواصل الاتماعي واللي تكلموا فيها بالتفصيل عما حدث مراد وهو أحد أبناء الأميرية كتب على حسابه على تويتر وقال كل اللي اتنشر على صدى البلد وإكسترانيوز عن موضوع الأميرية أكاديب والحقيقة أنها عملية سطو مسلح على شركة تارجت لنقل الأموال وأخذوا رهاين وقوات الأمن نزلت وحصل تبادل إطلاق النار استشهد ضابط شرطة وتم الاقتحام والقضاء عريهم جميعا والحمد لله ورحم الله الضابط الشهيد مش كل ما تحصل حاجة يقولوا إرهاب عايشتونا في رعب الله يقرفكم ده كلام أحد شهود العيان من أبناء الأميرية أم أحمد بيقول البيت اللي اتضرب عليه نار ورى بيتي بالضبط والكلام اللي داير في المنطقة ندول عصابة سرقة أموال سرقوا مكتب صرافة مش خلية إرهابية ولا حاجة أيضا كرولوس كمال بيقول أو كارولين كامل بتقول مراسل سكاي نيوز بيقول إن الإرهابيين في الأميرية كانوا بيجهزوا لعمل إرهابي في عيد الأقباط أنهي عيد يقصد بتاع السنة الجاية عشرين واحد وعشرين أصلي ما فيش احتفالات ولا قداسات ولا تجمعات في الكنيس فكانوا مستهدفين إيه بالضبط دي شهادات أهل منطقة الأميرية واللي كانوا شهود عيان على ما حدث بعضهم بيقول أن هذه الاشتباكات كانت بسبب أو كانت مع صعبة مسلحة سطط على عربية لنقل الأموال البعض أيضا يتساءل عن موضوع استهداف الأقباط خصوصا وأن المفروض يعني في البلد الجوامع مقفولة والكنيس مقفولة وإن ما فيش أعياد قريب للأقباط وفي نفس الوقت كمان المفروض ما فيش كنيس فيها تجمعات فإزاي الشرطة بتقول إن هما كانوا هيستهدفوا الكنيس اللي يتفاعل العشرات العشرات الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاج الأميرية اللي تصدرت رند في مصر بعد التغريدات قاربت على 117 ألف تغريدة ناشط أحمد الباري بيقول في ظل غياب العدالة والشفافية وسطوة الدبابة والبندقية على كل شيء لم نصل إلى حقيقة ما حدث ولن يتم إصلاح الخلل الحرية مفتاح كل شيء شيحة الدين بيقول عادة الداخلية لما بترصت خلية بترائب المكان وتقتحموا في الفجر أو بالليل متأخر لكن النهاردة الموضوع كان غريب علشان الاشتباكات بدأت في وضح النهار طبعاً كالعادة أمرنا ما هنعرف الحقيقة بشكل كامل طالما أن الموضوع معتمد على بيانات الداخلية إيهاب شيحة بيقول لو عصابة سرقة فلوس فما علاقة ضابط الأمن الوطني بالموضوع ولو مجموعة إرهابية بتخطط لتفجير كنيسة فما هي الكنيسة المفتوحة في مصر في ظل هذا الحظر ومنذ متى يتم تصوير مواجهات الشرطة المصرية لايف وإذاعتها بهذا الشكل الضبابية وانعدام الثقة في روايات النظام تفتح الباب لكل الإشاعات وكل التكهنات واللي بينشر منها العشرات على ألاف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت أيضاً الإعلامي هيسم أبو خليل بيقول كالعادة أتلنا سبعة من كوكب المريخ عايزين نعرف من الأشرار دول عشان نخلي عائلاتهم تتبرأ منهم عايزين يستهدفوا عشان عايزين يستهدفوا أهلنا المسيحيين في عيادهم المعطل الاحتفال بها عشان كورونا بيقول استخدموا دي ايه وقاعدة البيانات زي ما حصل في فيلم الكنيسة البتروسية على فكرة المسيحيين أهلنا مش طائفة يا صناع الفتنة بيعلق بطبيعة الحال على بيان الداخلية المصرية اللي وصف المسيحيين أو الأقباط في مصر بي عندهم طائفة مسيحية إذن اشتباكات في القاهرة تم إذاعتها على الهواء مباشرة على بعض القنوات الخاصة ثم بيان لوزارة الداخلية المصرية يقول أن هذه الاشتباكات حدثت ما بين الشرطة وجماعة إرهابية تخطط للانتقام أو ضرب الأقباط في أعياد ميلادهم ثم شهود عياد من المنطقة يقولون أن هذه الاشتباكات كانت مع عصابة لصرقة بعض الأموال وبالنهاية الداخلية تقول قتلنا سبعة ولا معلومات عن المقتولين ولا بيانات ولا إحصائيات ولا أثماء فقط بيان للداخلية يكذبه أبناء المنطقة